موسيقى القوات الأوكرانية تواصل تقدمها شرق البلاد وروسيا تؤكد استمرار عمليتها لتحقيق أهدافها موسيقى أسعار النفط تتراجع بسبب تأثير الطلب بارتفاع محتمل لأسعار الفائدة وأسعار الغاز الأوروبية تهبط خلال التعاملات موسيقى وصندوق النقد الدولي يدرسوا توسيع المساعدات الطارئة للدول التي تعاني من أزمة غذاء موسيقى الثانية عشر ظهرا العشرة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم بدايةنا مشاهدين في هذه النشرة ستكون مع الزميلة دارين مصطفى إليك دارين شكرا ناهشة مهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة ومن العنوين إلى التفاصيل والبداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية موسيقى 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 قال الجيش الأوكراني إنه استعد أكثر من 20 قرية خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي كان الجيش الأوكراني قد ذكر أن قواته استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كم مربع منذ أن بدأ الهجوم المضاد مطلع الشهر حذر وزير الدفاع الأوكراني أولاكسي ريزنيكوف من هجوم روسي مضاد في الشمال الشرقي للبلاد وقال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده بحاجة إلى تأمين الأراضي المستعدة من هجوم مضاد روسي محتمل على خطوط الإمداد الأوكرانية الممتدة وضيفا أن القوات الأوكرانية يمكن أن تطوقها قوات روسية جديدة إذا واصلت تقدمها لمسافات أبعاد قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها من منطقة خاركييف في أوكرانيا غربي نهر أوسكل وأضفت الوزارة في تحديث دوري أن أوكرانيا استعادت أراضي تبلغ مثلي مساحة لندن الكبرى على الأقل مشيرة إلى أن النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية أفادت سلطات منطقة خاركييف بأن نحو خمسة ألاف شخص تمكنوا من دخول الأراضي الروسية من المنطقة مشيرة إلى صعوبة تحديد عدد الذين تم إجلاؤهم نحو منطقة لوجانسك وكانت سلطات خاركييف أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في إجلاء السكان من أربع مدن في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتسارع الأحداث في محيط منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا حيث تؤكد كييف مواصلة تقدم بالمنطقة على حساب القوات الروسية سياسيا نفت موسكو رفضها إجراء مفاوضات مع أوكرانيا وأشارت إلى أن تأخير عقدها يزيد من صعوبة الأزمة نتابع المزيد في سياق هذا العرض والزميل شادي شاش أهلا بكم تطورات متسارعة تشهدها الجبهة الشرقية في أوكرانيا بعدما وسعت قوات كييف هجومها المضاد في مواجهة القوات الروسية وفي أحدث تطورات قالت أوكرانيا أن قواتها أكبرت القوات الروسية على التراجع في مواقع استراتيجية شرقية البلاد وأعلن الرئيس الأوكراني استعادت السيطرة على مدينة إزيوم لستراتيجية كجزء من هجوم وسع النطاق في شرق البلاد وفي حين تتسارع الأحداث في محيط منطقة خاركاب أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني استعادت السيطرة على 3000 كيلو متر مربع من الأراضي في هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من الحدود الدولية الروسية وأضف أن القوات الأوكرانية المهاجمة أصبحت على بعد 50 كيلو متر من الحدود الدولية مع روسيا وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت أهدافاً أوكرانية في خاركاب بضربات دقيقة التوجيه وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوب إن قوات روسية أعادت تمركزها من إزيوم باتجاه دونياتسك وذلك لتعزيز مواقعها على هذا المحور سياسياً قالت الرئاسة الأوكرانية أن أي عودة للمفاوضات مع روسيا يجب أن تتضمن استعادة كاملة للأراضي الأوكرانية ودفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني في المقابل قال وزير الخارجية روسي سيرجي لفروف إن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا مشيراً إلى أن تأخير عقدها يعقد العملية واعتبر لفروف أن تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل التوصل إلى اتفاق بين البلدين صعباً مشاهدين كان هذا عرضاً للوضع في أوكرانيا في ضوء التطورات المتسارعة شرقية البلاد شكراً للمتابعة أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا ستحقق جميع الأهداف التي حددتها موسكو وأشار ميدفيدف إلى أن الدعم الذي طلقاه الحزب الحاكم خلال الانتخابات الأخيرة وأفضل ضمان على أن الحكومة ستفعل كل شيء كما هو ضروري قال مسؤول روسي أنه سيصبح من الممكن إعادة تشغيل محطة زابروجيا للطاقة النووية عندما يتم إصلاح خط نقل الطاقة وابتعاد خطوط التماس مع قوات الأوكرانية عن المحطة وأوضح المسؤول الروسي أن إعادة التشغيل الفوري للمحطة قد لا يستغرق أكثر من بضع ساعات لكن التشغيل الأكثر اعتدالاً قد يستغرق عدة أيام حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون من عواقب كارثية للهجمات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت مشاورات رسمية مع كل من كييف وموسكو بشأن إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية لا يزال الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرينيا ينبر بنتائج لا يحمد عقباها في ظل استمرار القصف حولها وتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن هذا القصف ملف المحطة النووية الأكبر في أوروبا كان حاضرا في محادثات هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون حيث شدد الرئيس الروسي على التدابير التي اتخذها خبراء روس لضمان أمن المحطة مشددا على ضرورة ممارسة ضغوط على سلطات كييف لكي توقف فورا الهجمات التي تستهدف المحطة من جهته طالب ماكرون نظيره الروسي بإزالة الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوريجيا مؤكدا بحسب بيان للإليزي أن السبب الرئيسي للمخاطر في المحطة هو وجود القوات الروسية إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت مشاورات رسمية مع كل من كييف وموسكو بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية وفي وقت سابق أعلنت أكرينيا وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في المحطة الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها القوات الروسية ولحقا قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم إصلاح خط طاقة احتياطي لتزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد مفاعلتها وقالت وكالة الطاقة الذرية إن القصف الروسي ضمر البنى التحتية للطاقة في مدينة إنروضار الأكرانية قرب محطة زابوريجيا ما يشكل تهديدا محفوفا بالمخاطر أعلنت روسيا عزمها إمداد الغاز من روسيا إلى عدة مناطق في مدينة زابوريجيا ومحيطها وأشار مسؤول روسي إلى بدء إمداد الغاز خلال الأسبوع المقبل إلى منطقة بيرديانسك بينما يبدأ توريد الغاز والكهرباء للعديد من المناطق بحلول الخامس عشر من أكتوبر اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ما هي إلا تصرفات تنمو عن حالة اليأس المسيطرة على موسكو وقالت الخارجية الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت محطات كهرباء مما تسبب في انقطاع الطيار على نطاق واسع وصفا تلك الخطوة بأنها تأتي في أعقاب خسائر روسيا الفادحة وتراجعها في شرق أوكرانيا على حد قوله موسيقى روسيا يتطلب وزارة في اعجاب في استخدامها يتعالى على موسيقى 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 الأولى يتحوط على المسيقى رسيسي الرسالة موسيقى تبعنا الآن ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الوقود مع تزايد القيود المرتبطة بفيروس كوفا 19 في الصين واحتمالات زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا حيث صعدت العقود الآجلة لخام براند إلى ما تجاوزت 93 دولار للبرميلة وزاد خام نايمكس الأمريكي ليسجل 87 دولار و69 سنة للبرميلة هذا وهبطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات اليوم حيث ينتظر السوق تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعامل مع أزمة الطاقة التي تعوق الطلبة على الوقود وتهدد بالضغط على اقتصاد دول المنطقة وترجعت العقود الأجلة للغاز الطبيعي في هولندا إلى 194 يورو و23 سنة لكل ميجاوات بعد أن صعدت بأكثر من 8% في وقت سابق من التعاملات وتوقع بنك جولمان ساكس الأمريكي انخفاض أسعار الغاز الأقل من 100 يورو خلال الربع الأول من العام المقبل مرجحا ارتفاع وردات الغاز الطبيعي المسال نسبة 16% مقارنة بالشتاء الماضي مع بدء المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وموزنبيق ذكرت صحيفة فينانشل تايمز أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفكر في الانضمام إلى الهندي والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد وفي مقابلة اجرتها معه الصحيفة البريطانية عندما سئل عما إذا كانت اندونيسيا ستشتري النفط من روسيا قال ويدودو إن بلاده تبحث دائما جميع الخيارات مشيرا إلى أنها ستقوم بذلك إذا ما حصلت من موسكو على سعر أفضل قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن حكومة بلاده ستواصل ودعم فطورة الكهرباء للأسر الأكثر احتياجا وإن هذا الأمر سيتم بطريقة هادفة أكثر ومركزة وضاف الوزير أنه لو لا دعم أسعار الطاقة في أول يناير المقبل كان سعر الكهرباء سيرتفع بمقدار 120 يورو شهريا لكل أسرة و180 يورو للغاز وتعتزم الحكومة الفرنسية خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خطة الدعم الجديدة للطاقة وأسعار الكهرباء التي سيتم العمل بها بداية من أول العام المقبل في ألمانيا سجل الوقود ثمنا أغلى مما هو عليه في جميع البلدان المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية مع انتهاء خفض أسعار الوقود بنهاية أغسطس الماضي وأشار مكتب الإحصاء الألمني إلى أن متوسط الأسعار اليومية بلغ 2 يورو و7 سنتات لليتر البنزين الممتاز و2 يورو و16 سنتا لليتر الديزل يجرى تطبيق معدلات الضرائب العادية على الوقود منذ الأول من سبتمبر الجاري وبالتالي أصبحت ألمانيا مجددا من أغلى الدول في الاتحاد الأوروبي في أسعار الوقود قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين أن خطر حدوث انكماش في الولايات المتحدة ما زال قائما بسبب الإجراءات المتخذة لإبطاء التضخم وضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدى البلاد سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم ومن جهة أخرى قالت جانت يالين أن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تستفيد من الركود في أوروبا والذي قد يثيره تقليص توريد الغاز الروسية ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله أن وزارة الخزانة ومجموعة من المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض يتوقعون عواقب معتدلة من الركود في أوروبا وأضفت واشنطن بوست أنه إذا ما استمرت روسيا في بيع النفط للعالم وقلصت فقط صادرات الغاز إلى أوروبا فمن المرجح أن يكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي ضئيلا ترجمة نانسي قنقر تعتزم الحكومة الروسية تخصيصا نحو 100 مليار روبل لتحسين استقرار الاقتصاد الوطني من بينها 25 مليار روبل لدعم نظام إدارة الحركة الجوية ومن جانبه أوضح رئيس الوزراء الروسي أوضح خلال اجتماع مع نوابه أن الحكومة ستواصل اتخاذ المزيد من القرارات لدعم الشركات والمواطنين في مواجهة القيود الخارجية في روسيا أيضا يبدأ اليوم استئناف تعاملات الجلسة المسائية والجلسة الصباحية الخاصة بأسواق العملات في بورصة موسكو للأسهم تستأنف البورص اعتبارا من اليوم التعاملات للعملاء غير المقيمين من الدول الصديقة وكذلك غير المقيمين في روسيا كي يخضعوا لإدارة كيانات قانونية أو أفراد روسيين لإجراء معاملات في سوق الأوراق المالية الروسية وذلك بجانب توسيع القائمة الأولية للشركات الاستراتيجية من ثمانية إلى ثلاثة وخمسين شركة لكن الأشخاص غير المقيمين من الدول غير الصديقة لن يتمكنوا من إجراء معاملات مرتبطة مع هذه الشركات في البورصة يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سبل توفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء وبحسب وكالة رويترز فإن الخطة التي لا تزال قيد المراجعة ستتيح لصندوق النقد مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الأزمة الحالية وذلك دون الالتزام بالشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية ومن المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الخطة قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر ارتفع التضخم في الدنمارك إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود مع صعود أسعار الغذاء والطاقة ما يهدد النمو الاقتصادية للبلاد وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة 8.9% خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي بعدما ارتفع بنحو 8.7% في شهر يوليو وذلك بعدما قلصت الحكومة الدنماركية قبل أسبوعين توقعاتها لنمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل هذا وأشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن معدل التضخم سيرتفع في المتوسط إلى 7.3% هذا العام ثم سيتبطأ إلى 3.3% خلال العام المقبل رجحت صحيفة الجارديان أن الحالة الهشة للاقتصاد البريطاني سيتم التأكد منها هذا الأسبوع من خلال الأرقام الرسمية التي قد تظهر خلالها تراجعات متجددة في الانفاق الاستهلاكي وذلك وسط ارتفاع تكاليف المعيشة قبل طبطء محتمل في النشاط الاقتصادي خلال فترة الحداد الوطنية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء الاقتصاد في بريطانيا توقعاتهم بأن يحدث ارتفاع إضافي في التضخم البريطاني ليبلغ 10.2% في أغسطس عندما يتم نشر الأرقام الرسمية يوم الأربعاء المقبل في السياق نفسه أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد البريطاني نمى بأقل من المتوقع في شهر يوليو الماضي مرتفعا بنسبة 0.2% من مستوى شهر يونيو الماضي كانت التوقعات تشير إلى نمو على أساس شهري بنسبة 0.4% في شهر يوليو جاء ذلك نتيجة تقلص الإنتاج الصناعي والبناء في ظل مكافحة المستهلكين والشركات مع تسارع تضخم وارتفاع فواتر الطاقة مع استمرار تفاقم معدلات تضخم وأسعار الطاقة التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تحاول العديد من الدول رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المزيد مشاهدين نتابع في التقرير التالي إجراءات عديدة تتخذها دول العالم في الوقت الراهن مع استمرار تفاقم معدلات التضخم وأسعار الطاقة التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم يقود تلك الخطوات حيث يتطلع مسؤول الاحتياطي الفيدرالي إلى إقرار زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر حيث يسارعون الخطى إلى الحد من الطلب وطمأنة الأمريكيين بعودة معدلات التضخم إلى 2% رئيس المصرف المركزي الأمريكي جيرون باول شدد على ضرورة التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار وتكرار ما حدث في أواخر سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي كما رفعت كندا معدل الفائدة لأعلى مستوى في 14 عاما بمقدار 75 نقطة ليصل إلى 3.25% مع الإشارة إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لوقف تسارع التضخم فرغم هبوط أسعار البنزين إلا أن التضخم الأساسي وفي أوروبا ووسط قلق متزايد بشأن اقتصاد منطقة اليورو رفع البنك المركزي أسعر الفائدة بأكبر وتيرة في أكثر من عقدين بمقدار 75 نقطة في محاولة لإعادة التضخم إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% في السياق فإن بنك إنجلترا المركزي الذي أجل اجتماعه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وهو أول تأخير لاجتماع السياسة النقدية منذ 25 عاما تشير التوقعات إلى أنه يقوم برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أخرى بعدما رفعه الشهر الماضي بنفس القيمة إلى 71% وهي أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1995 ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 1% بدعم من تقارير عن استعادة أوكرانيا السيطرة على بعض الأراضي من روسيا إلى جانب التوقعات بشأن الاستمرار في رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ورغم ارتفاع اليورو إلى أنه لا يزال منخفضا بأكثر من 11% هذا العام في ظل أزمة الطاقة التي أضرت بتوقعات نمو المنطقة هذا ويتوقع بنك جاي بي مورغان الأمريكي تراجع اليورو إلى مستوى 95 سنة بنهاية العام الجاري ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية رغم توقعات برفع الفائدة بشكل أكبر من قبل المركزي الأوروبي وارتفع مؤشر ستوكس يوروبا 600 بما يقارب 1% كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بما يقارب 1.5% كذلك زاد مؤشر داكس الألماني بنحو 1.6% فيما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.3% وإلى الأسهم اليابانية التي ارتفعت أيضا في ختام تعملات اليوم بدعم إجراءات الحكومة بتخفيف قيود السفر المرتبطة بفيروس كوفيد-19 في البلاد مما دعم صعود أسهم شركات ووكالات السفر وأغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1.16% كما صعد مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.75% في وقت ارتفعت فيه العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 1.3% صعدت أسعار الذهب تزامنا مع تراجع الدولار الأمريكي حيث يقيم المستثمرون توقعات التضخم وتأثيرها على قرار الاحتياط الفيدرالي المقبل ويتجه تركيز الأسواق نحو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المنتظر صدوره غدا الثلاثاء وارتفعت العقود الأجلة للذهب إلى 1.737 دولارا للأوقية كما زاد سعر التسليم الفوري إلى 1.726 دولارا للأوقية ألقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث كلمة أمام رؤساء مجلسي اللوردات والعموم هي الأولى له منذ تنصيبه ملكا أكد خلالها أن البرلمان هو الأداة الحية للديمقراطية في بريطانيا لافتا إلى أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت نموذجا حيا لكل من عاصرها أنا أقف أمامكم جميعا اليوم وأشعر بثقل التاريخ الذي يحوتنا والذي يذكرنا جميعا بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يحترمها كل أعضاء مجلس اللوردات ومجلس العموم ونعرفكم أنكم تلتزموا بها وذلك لمستقبل أفضل لنا جميعا البرلمان هو الآلة الحيوية والحية لهذه الديمقراطية ونعرف أن تقاليدنا قديمة ونرى ذلك في بناء هذه القاعة الرائعة هذا ويتوجه الملك تشارلز الثالث إلى العاصمة لسكتلندي للمشاركة في نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية ترجمة نانسي قنقر كما سيتمكن البريطانيون من رؤية جثمان الملكة إليزابيث الثانية بعد وصوله إلى قلعة بيل مولر بأدنبرا واستقبل ألاف الأشخاص في وقت سابق الموكب الذي ينقل نعش الملكة الرحلة وسط إجراءات أمنية مشددة هذا ومن المقرر وصول نعش الملكة إلى لندن يوم الثلاثاء لإلقاء النظرة الأخيرة عليها أعلنت هيئة الانتخابات في السويد أن نتيجة نهائية للانتخابات التشريعية لن تصدر قبل يوم الأربعاء بسبب التقارب الكبير في النتائج أظهرت نتائج أولية شملت حوالي 95% من مراكز الاقتراع أن الكتلة التي يقودها زعيم حزب المحافظين ألاف كريستورن ستفوز بغلبية تتراوح بين 175 و 176 مقعدا مقابل 173 إلى 174 مقعدا لكتلة اليسار بزعمة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماجدالينا أندرسون يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة إلى كازاخستان وأوزباكستان في أول زيارة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد وأوضحت وكالة شينخوا الصينية أن شي سيشارك خلال الجولة التي ستبدأ الأربعاء في قمة قادة دول منظمة شانجهاي للتعاون في سمرقند بأوزباكستان تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع القيود المفروضة على الشحنات الأمريكية إلى الصين من أشباه المواصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وأدوات صناعة الرقائق وبحسب وكالة رويترز ستنشر وزارة التجارة الأمريكية الشهر المقبل قواعد جديدة تستند إلى هذه القيود التي تضمنتها رسائل وجهة هذا العام إلى ثلاث شركات محلية وتحضر الرسائل التي أقرت الشركات بتلقيها تصدير معدات صناعة الرقائق إلى المصانع الصينية التي تنتج أشباه مواصلات متطورة ما لم تحصل على ترخيص من وزارة التجارة قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة هوان كوك قال إن فرض عقوبات إضافية على مستوى الأمم المتحدة سيكون أمرا لا مفر منه حال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية سابعة وأضف المسؤول الكوري أن التجربة النووية لبيونج يونج قد تمثل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قررت حكومة بيلاروسيا تخفيف العقوبات المضادة والسماح باستيراد سلع معينة من الدول الغربية وكانت سلطات بيلاروسيا قد فرضت اعتبارا من مطلع يناير الماضي حظرا على استيراد العديد من المنتجات الغذائية من الدول الغربية غير الصديقة شمل الحظر حوالي عشرين مجموعة منتجات من الموارد الغذائية يشار إلى أن أسعار الخضروات والفواكه في بيلاروسيا ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية هذا العام دخل قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات دخول الروس حيز التنفيذ ستقلص هذه الخطوة بشكل كبير عدد التأشيرات الجديدة التي ستصدر للروس من أجل دخول منطقة شنغن كما ستزيد رسوم طلب الحصول على تأشير شنغن من 35 يورو إلى 80 يورو وستكون هناك حاجة إلى المزيد من المعاملات الورقية وأوقات التعامل معها أطول أيضا وستكون هناك قيود على تأشيرات الدخول المتعددة قتل شخصان وأصيب شخص آخر في إطلاق نار شمال مدينة مرسيليا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ونقلت الوكالة عن الشرطة الفرنسية قولها أن الحادث وقع على طريق سريع شمال المدينة مشيرة إلى أنه منذ بداية العام قتل 22 شخصا بالرصاص في أغلب الأحيان على خلفية تهريب المخدرات أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أعلنت عن رفع معظم القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا مؤكدة خلال مؤتمر صحفي عودة الحياة إلى طبيعتها لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد تأتي تلك التطورات مع انخفاض معدل الإصابات بالفيروس بشكل كبير في البلاد وانتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبية تدرس الحكومة اليابانية تحقيق توازن بين فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب وإبقاء جائحة كورونا قيد السيطرة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي تضرر بشدة من غياب السياح وقال كبير أمناء مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل اتخاذ القرارات المناسبة بناء على حالة العدوى في الداخل والخارج بالإضافة إلى احتياجات المسافرين والخطوات الحدودية التي تنفذها الاقتصادات الكبرى الأخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحريق المندلع شمال شرق سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأوضح مسؤول بالولاية أن انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد أبطأ تقدم الحريق لكن رياحا أقوى أسهمت في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي ما يهدد مئات المنازل من جهة أخرى تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق جنوب لسانجلوس بعدما حملت عاصفة مدارية أمطارا وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة قالت السلطات في بوليفيا أن حرائق الغابات ضمرت نحو 850 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية أي بزيادة نحو ثلاث مرات عما سجل منذ أسبوعين أوضح نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس أنه على الرغم من تزايد الحرائق في الأسبوعين الماضيين إلا أن هناك تراجعا كبيرا في عدد الحرائق المفتعلة مقارنة بالسنوات الماضية معربا عن قلقه من الحريق الذي يطال جزءا من متنزهات نويل كامز ميركادو حذرت الأمم المتحدة من أن الأوضاع الإنسانية في باكستان ستزداد سوءا نتيجة تشريد أكثر من 33 مليون شخص بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد على مدار الأسابيع الماضية حيث نال القطاع الصحي نصيبه من الدمار مما فاقم الكارثة لم تتوقف كارثة الفيضانات في باكستان عن تدمير البنية التحتية والتأثير على الاقتصاد والتراجع نسبة الأمن الغذائي فحسب بل ظهرت مخاطر وتحذيرات من زيادة نسب انتشار الأمراض نتيجة تدمير عدد كبير من المراكز الصحية الأمم المتحدة حذرت من أن الأوضاع الإنسانية ستزداد سوءا في باكستان نتيجة تشريد أكثر من 33 مليون شخص بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد على مدار الأسابيع الماضية وذلك وسط تحذيرات من فيضانات أخرى قد تضرب بعض الأقاليم مثل إقليم السند جنوبي البلاد الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد قضت على مئات الأشخاص ودمرت نحو مليوني منزل ومؤسسة تجارية وغمرت ألاف الكيلومترات من الطرق وجرفت مئات الجسور القطاع الصحي كان له نصيبه من الضمار مما زاد حدة الكارثة حيث قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1400 مركز صحي تضرر معظمها في إقليم السند وتعز إسلام باد الفيضانات الكاسحة إلى التغير المناخي الذي يزيد من وطيرة وشدة الظواهر المناخية القصوى في جميع أنحاء العالم وسجلت باكستان ككل هذه السنة معدل أمطار موسمية يزيد بخمسة أضعاف عن المعتاد بحسب مصلحة الأرصاد الجوية ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه الفيضانات بالمجزرة المناخية التي لم يشاهدها من قبل بهذا الحجم ملقيا للوم على الدول الغنية لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء إعصار هينم نور الذي ضرب مناطق بشرق روسيا خلال الأيام الماضية وأفاد حاكم إقليم بريموريا الروسي أفاد بأن الإعصار كان قصيرا ولكنه كان شديدا للغاية متسببا في أضرار كبيرة وكانت ست بلديات في الإقليم الروسي رفعت في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب إعصار هينم نور بينما قالت السلطات الروسية أن الأمطار الغزيرة أو الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار غمرت 991 بيتا والحقت أضرارا في 34 جسرا حذر تقرير حالة المناخ السنوي الثاني والثلاثين والذي نشرته الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية حذر من أن تركيزات الغازات الدفئة ومستويات البحار العالمية ودرجة حرارة المحيطات وصلت إلى مستويات قياسية وصفها التقرير بالأعلى على الإطلاق في عام 2021 المزيد مع الزميل شادي شاش أهلا بكم رغم بداية الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالية إلا أنه جاء خاليا من الطقس المعتدل الذي يمتاز به هذا الفصل عن باقي فصول السنة في حين يشهد عدد من الدول حول العالم موجات حر وجفاف غير مسبوقة فيما يتعرض عدد آخر لفيضانات وعواصف لم يشهدها من قبل في صورة خطيرة من صور مخاطر تغير المناخ يتي ذلك بعدما وصلت تركيزات الغازات التفيئة ومستويات البحار العالمية ودرجة حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية وصفت بالأعلى على الإطلاق في عام 2021 وفقا لتقرير حالة المناخ السنوي الثاني وثلاثين والذي نشرته الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية وذلك إثر ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والميتان وأكسيد النايتروس في الغلاف الجوي وأوضح التقرير أن درجة حرارة الأرض توصل لارتفاع حتى إن عام 2021 من بين السنوات الست الأكثر دفئا منذ أن بدأت السجلات في منتصف أواخر القرن التاسع عشر مضيفا أن السنوات السبعة الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق أما بنسبة إلى حالة المحيطات والبحار فقد ارتفع متوسط سطح البحر العالمي للسنة العشرة على التوالي إلى مستوى قياسي جديد في عام 2021 بلغ نحو ثلاثة فاصل ثمانية بوصة وأكد التقرير أن حرارة المحيطات ومستوى سطح البحر العالمي باتا الأعلى على الإطلاق بسبب الغازات التفيئة وعوامل أخرى وسجل التقرير عددا من الأرقام القياسية إذ تم تسجيل سبع وتسعين عاصف استوائية خلال مواسم العواصف في نصف الكرة الشمالي والجنوبي العام الماضي بينما وصلت شدة سبعة أعاصير مدارية للفئة الخامسة فيما سجل حوض أعاصير شمال الأطلسي 21 عاصفة من بينهم إعصار أيدا من الفئة الرابعة والذي كان أكثر العواصف تأثيرا في المحيط الأطلسي وبلغت خسائره 75 مليار دولار أمريكي مشردين كان هذا عرضا مجازا عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي باتت تؤثر على دوله كافة شكرا لمتابعتكم قالت السلطات الصينية أن عدد قتل الزلزال القوي الذي ضرب منطقة لودنج والمناطق المجاورة بمقاطعة سيشوان ارتفع إلى 93 فيما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين وضحت السلطات الصينية أن 55 حالة وفاة وقعت في مدينة جانزي بإقليم ذاتي الحكم بينما تم الإبلاغ عن 38 حالة وفاة في مدينة يان ضربت هزة أرضية بلغت قوتها أربع درجات فاصل ثمانية على مقياس ريختر قبل تسواحل محافظة أوموري اليابانية دون صدور تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الهزة وقع قبلة الساحل الغربي من محافظة أوموري وعلى عنق 170 كم كما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مدية جراء الهزة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيل بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية لمضبطات بلغت أكثر من 151 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 138 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية من بينها 157 قضية خبز نقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.4% خلال يونيو الماضي أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا تراجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع منها منتجات البيترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 49.4% وبيترول خام بنسبة 15.6% بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7% ونتابع معكم في أخبار الرياضة حقق المنتخب الوطني الخماسي الحديث ذهبية التتابع المختلط تحت 17 عاما ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشبات تحت 19 عاما في إيطاليا وتصدر منتخب الشباب تحت 19 عاما البطولة بعد حصد 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزية ليكون إجمالي عدد ميداليات منتخب مصر في البطولة 13 ميدالية متنوعة بينما 8 ميداليات ذهبية وذلك في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل في بطولات العالم للشباب تحت 17 عاما و19 عاما فاز المنتخب المصري للكاراتي ببطولة شمال إفريقيا التي استضافتها تونس بعد أن حصد اللاعبون 51 ميدالية بواقع 14 ذهبية و17 فضية و20 برونزية بينما جاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني وحل المنتخب التونسي ثالثا شارك في بطولة شمال أفريقيا للكاراتي 323 لاعبا ولعبة من خمس دول بينهم 77 لاعبا ولعبة من مصر وصل فريق الزمالك تدريباتي استعدادا لمواجهة فريق إلكتسبورت أتشادي في دور أبطال إفريقيا يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الرابع والستين للبطولة وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة فريرة بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال الميران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وذلك لأداء فترة تأهيلية خاصة وإلى الأهل الذي استأنف فريقه تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة حيث خاض الفريق ميرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسل كولر وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي حرص السويسري مارسل كولر على عقد محاضرة لللاعبين قبل انطلاق الميران شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة بعد توليه القيادة الفنية بشكل رسمي خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية الميران فيما أدى حراس الفريق ميرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكن يتوقع قبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم تقص حار رطب نهارا على القائرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ختام هذه النشرة إليكم تذكرة بأهم مجاة في الناس من عنوين القوات الأوكرانية تواصل تقدمها شرق البلاد وروسيا تؤكد استمرار عملياتها لتحقيق أهدافها أسعار النفط تتراجع بسبب تأثر الطلب بارتفاع محتمل لأسعار الفائدة وأسعار الغاز الأوروبية تهبط خلال التعاملات الصندوق النقد الدولي يدرس توسيع المساعدات الطريقة للدول التي تعاني من أزمة غذاء ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق أكسرونيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كان معكم في هذه النشرة هشام وأنا داري مصطفى حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله